مرحبا شباب معنا شوان ومن امام قلعة سانت مايكل ماونت الموجودة خلفي هنا قلعة في وسط البحر على هضبة او جبل صغير قلعة رهيبة وفي قلعة تشبهها بالضبط في نورماندي في فرنسا سانت ميشيل اعتقد اسمها يلا نبدأ الحلقة والمغامرة ونروح للقلعة هذه الموسيقى جاءة باستطاع السحر مجدد بمجرد راحة جاءة هل ينبغ لقد؟ انت بمجرد لا يقوم بالفعل بلد تنظر بلد جاءة نحن هنا في القلعة لكن كما ترى السياح الناس يلعبون والسياح مليان يعني صراعاً لاحظت أنه من الهنود والصينيين كمية كبيرة من السياح هناك باكستانيين لا أحبون فارقة على فكرة لا أحبون السياح على فارقة أو كيف؟ لا أعرف هل تريد أن أترك أليس؟ هل تريد أن أترك أليس؟ الآن سأذهب هذه القلعة الموجودة في البحر يربطها لسان أو ممر حقري يربط هذه القلعة بالبر الممر هذا أصلاً طول السنة و أغلب أيام السنة مغمور بالمئة لأنه نشوف التحالب هنا نشوف التحالب من القنبين و هناك مراكب قدام هناك حتى نصل إلى البوابة و نركب الميناء و هناك ميناء خاص فيها اليوم القبار بدا فيه هوا وريح المشكلة وصلنا إلى هناك و طلع المد و نرقع ونرقع بالمراكب ها مهدي تخيل أن نصل إلى هناك تمام؟ على حمزة تخيل أن نصل إلى هناك و المد البحر يخرج و نرقع بالمراكب و نرقع بالمراكب لأسف حاولنا نصل إلى القلعة لكن التذاكر انتهت هناك عدد معين أو عدد محدود من الناس يجب أن يدخل القلعة و ساعات معينة لأسف يعني شوف الخلفي فيه ناس مليان الناس كثيرا ما حصلوا التذاكر و ليس قادرين يدخلوا لأسف حاجة مؤسفة يمكننا أن نحاول أن نرى و سنرى و سنرى و سنرى أن نرى هناك عدد من الناس من الناس من الناس و سأترى شوفتوا كمعادة الناس المشاهدين يدخلوا وحنا كمان منهم يعاني وضعنا سنرقع مرة ثانية وحنرح مكان ثاني وصور فيه ما في غير هذا معنا موسيقى بالأسف طيرت الدرون قبل قليل لا تشاهدوا اللقطات جميلة صراحة لكن كان نيعي يمكن تسمعه في المكروفون الآن يوم القو بارد قليل لكن منعج فضلوا بهذه الطريقة لو كان بس ما في ريح كان بنا أخذ لقطات اجمل لكن ما الذي يفعله مقاطع في القلعة لديه زوار معين تذاكر معين ومساعات معينة لا أعرف لماذا يمشددين صراحة الوضوع هذا صراحة استاهل الوحيد يذهب وإذا أصدت لفرصة مرة أخرى تذاكر تذاكر أونلاين حيث أنه لا توردت ما توردت الآن لكن هناك مشكلة سأذهب إلى مكان ثاني ونصور فيه إذا القو كمناسب لا نزل مطار سأشعر أن القو كم مطار اليوم قرية أخرى ونصور في الوضوع ونصور في الوضوع أقول لهم بشورت لكن ليس مشكلة لأنها مستعمل وقت القنب القلعة قرية السياحية ومطاعم ومحلات الهدايا ومحلات أسو كريم منطقة جميلة سأنصح بقوة بزيارتها خاصة من موسم الصيف يعني مليئة بالسياح، مليئة بالحياة مطاعم بخلف ما تشوفه مكان قمل جداً للإسترخاء والمشي القفيف اسمع صوتك كلاب وغلاص هتتكذب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة